فصل جديد من التوتر بين أركان السلطة في الصومال رئيس الجمهورية محمد عبدالله محمد يعلق صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية ما يضع البلاد في مأزق سياسي رئيس الحكومة محمد حسين روبله طلق القرار برفض كبير واصفاً إياه بغير القانوني قرار يهدف في المقام الأول لمنع رئيس الوزراء من إقالة أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات فالرئيس يتهم روبله بعدم التنسيق معه وباتخاذ قرارات غير متوافقة مع قوانين البلاد ودستورها توتر في العلاقة بين الرجلين عمره سنوات عديدة إلا أنه وصل أوجه في الشهور الأخيرة ففي الخامس من سبتمبر أقال روبله رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقرب من رئيس البلاد وذلك على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء موظفة تعمل في جهازه في المقابل ألغى الرئيس القرار واعتبره غير شرعي وغير دستوري وعين شخصية مديلة من اختياره بعدما رقى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي كما أثار قرار الرئيس تمديد ولايته الرئاسية التي انتهت في الثامن من فبراير لعامين من دون تنظيم انتخابات جديدة توترات جديدة في البلاد إذن مواجهة علنية بين أعلى سلطتين في بلد يعاني أصلا من مأزق سياسي وتمرد وإرهاب يهدده دوما وهو ما دفع مجموعة الأزمات الدولية لوصف الموقف الحالي باللعب بالنار داعية الفرقاء الصومليين إلى احتواء التصعيد فورا وعدم إعطاء الذريعة للمتربسين بالبلاد وأبرزهم الحركات الإرهابية